نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 هجرية يتي ذلك بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والقلواء كان حرب وليد حمود عوض مساعد وزير الدفاع كلمة يابة عن الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي هنأ فيها الحضور بالعام الهجري الجديد مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفاءهم بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها بكل قوة وعزيمة